اشتركوا في القناة لهذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات ل 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج اللي نفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون نفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات ووين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل ل 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى لها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او تحولات سنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان نقرب المسألة الى اقرب خانة ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمع طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي رح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة القمر رح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة رح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة رح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعة على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الاربعة على الخميس ولغاية صباح يوم السبت احدعش سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الاسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الامور هاي كلها بتتابع الاخبار اليومية لانه احنا في التوقعات اليومية نعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الامور هاي اللي متعودين انتوا تسمعوها لا احنا بنعمل على كل البيوت اللي لها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والامور الضاغطة عليك والاحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الامكان ان نغطيها بالكامل خلينا نروح على اول اشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك طبعا يا موليد برج الجدي يمكن تقوله ايش الجديد اللي انا رح اعمله هذا الشهر او هذا الاسبوع انا رح احكي تلميحات او الاشياء اللي انا باستغلها لوضع توقعات الشهر ولكن انا رح انبهكم الها كل اسبوع اذكر التحركات هاي فهيكي بيكون انا بذكركم باستمرار بعطيكم اجوبة لأسئلتكم وفي نفس اللحظة بساعدكم لمعرفة خطة كاملة لوضع هذا الاسبوع كيف انتوا تستغلوها بكل جوانبها طبعا بما انه بدنا نحكي عن الكواكب الان وتأثيراتها العامة على كل موليد الجدي فاول اشي رح نبدأ مع الشمس الشمس موجودي مقابلكم مباشرة فهي بتعزز امور الها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية بتعزز وبتجيب فرص الها علاقة بالارتباط بالعاطفة ولكن بالمقابل هي بتسحب من طاقتك بتعملك نوع من انواع الحدية بالطباع بتخلي الوضع الصحي عندك متقلب ممكن برضو تحس ببعض الضغوط بالفترة هاي فعشان هيك يعني ممكن تظهر بعض الاوراق القانونية او المعاملات طيب هاي الشمس والشمس الان منتحسة معناته هي رح تعطينا اشياء سلبية على كل الاشي اللي احنا ذكرنا وبما انه موجود في نفس البيت السابع للك عطارد يعني بيتراجع وعطارد لما بيتراجع يعني سلبي معناته بحدث مفاجآت على امور الا علاقة بالارتباط او بينك وبين الزوج تحديدا او بين الازواج وممكن هاي المفاجآت تحمل لصدام او لحدية بالطباع اثناء تعامل مع الشريك فبتكونوا حذرين من هاي النقطة وفي نفس اللحظة بتكونوا حذرين لمراقبة طاقتكم من النفاذ او تظهر بعض المشاكل الصحية اما بالنسبة للزهرة الزهرة موجودة في البيت السادس وبما انها موجودة في البيت السادس معناته رح تفتح لك مجالات جيدة لانه هي انها تراجعها موجودة بشكل ايجابي في البيت السادس معناته رح تفتح لك اشياء ايجابية على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فهي ممكن انها تحصل على عمل جديد تيجيك وظيف جديد يجيك عقد جديد ممكن تتطور في عملك ممكن يجيك عرض مهم ممكن تفتح مشروع جديد ممكن تنجح نجاح باهر بالفترة هاي بتطوير امور الها علاقة بالعمل ومرضو على المستوى الصحي بتساعد على معالجة الامراض يعني بترتفع مناعتك بشكل كبير وما تتوهم وما تتوسوس يعني في اشياء ايجابية بتدعمك على المستوى الصحي وخصوصا وجود الزهرة بيعزز هاي النقاط بقوة اما بالنسبة للبيت الاول فطبعا ليش انت متقلب بالمزاج ليش عندك حدية بالمزاج اه ليش افكارك يعني بتروح بالاتجاه السلبي اكثر ما بتروح للاجابة بالفترة هاي اه حاسس حالك محبط اه هيك في نوع من انواع الملل تقلب هاي الامور كلها شو سببها سببها انه بيتك الاول اللي هو الجدي نفسه عندك بلوتو وعندك المشتري وعندك زحل والثلاث بيتراجعوا فشو بتتوقع منهم شو بدهم يعطوك فهدولا سلبيات معناتهم بدهم يضغطوا على الامور الشخصية عندك بشكل كبير وعلى نفسيتك بشكل اكبر اما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في البيت الرابع يعني بمعنى اخر صدامات ومشاكل و اه يعني اشياء سلبية بتصير على كل اشيه له علاقة بالبيت والعقارات والعائلة فعشان هيك كل الامور هاي اللي بترتبط تحت اطار البيت البيت يعني معروفة انه هاي العيلة وافراد العيلة والمقربين لا اليك والعقارات ومسائل البيت اللي انت فيه مسائل الاثاث المشتريات المنزلية كلها هاي بيت البيت وبما انه المريخ موجود معناته دائما بسوي صوت عالي بسوي حدية بسوي عصبية بسوي اثارة مشاكل بسوي ردات فعل سلبية بيعمل اعطال في البيت بيعمل مشاكل الها علاقة في البيت فعشان هيك بتكونوا حذرين وبرضو بحذر الستات اللي بيشتغلوا بالادوات الحدي والنيران تحديدا بدهم يديروا بالهم من الجروح ومن الاصابات اما بالنسبة لنبتن نبتن طبعا موجود في البيت الثالث فهذا بيجيب لك ملك الاوهام ملك الخيال والاوهام والافكار السودة فبما انه هو الو علاقة البيت الثالث في التواصل بالاتصالات في امور الها علاقة بالاندماج بالمجتمع بالنقاشات بالحوارات سرعة البديهة بالامتحانات فهو بيجيب لك كل الافكار السودة بحطها في هاي المسائل اللي احنا ذكرناها كلها تقلب بالمزاج بتشك في حالك بتشك في اللي حواليك ما عندك ثقة كاملة بالكلام اللي انتو بتقوله فعشان هيك العصبية بتطلع من المريخ بتصير على اما بالنسبة لاخر برج او اخر كوكب عنا له اورانوس كوكب المفاجآت هو موجود في البيت الخامس فعشان هيك هو بحدث يعني اشياء مفاجئة لموليد برج الجدي لها علاقة بالامور العاطفية اما عاطفي بشكل مفاجئ حب بشكل مفاجئ مصالحة بتيجي مع الابناء بشكل مفاجئ مشاكل بالعكس بتصير يعني بعطيكو مفاجئات اما ايجابية او سلبية فعلى نفس اللي احنا ذكرناها ممكن يجيب لك سلبية تفسخ علاقة تنتهي علاقة حب يعني تصير زعل بينك وبين احد الابناء بشكل مفاجئ تصير قطيعة ما بينكم يعني بدك تكون حذر من كل هاي التقلبات اللي بيحدثها برضو اورانوس خلينا نروع على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف القمر ايش بدو يعطي من ايجابيات ومن سلبيات عشان تعرف جدولك خلال هذا الاسبوع وايش اهم المزايا اللي انت بتك تستخدمها وايش التحذيرات اللي انت بتك تنتبه منها عشان تكون الامور لصالحك بهذا الاسبوع طبعا من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود بالقوس فعشان هيك ليوم السبت انت بدك تكون حذر بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك الى حد الركود وممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي ما تحسم امر الفترة هاي سلبية ومخيب الامال وممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها السبب ان القمر موجود في بيت المتاعب في القوس اللي هو البرج اللي قبلك بدك تصبر لمقلة غاية صباح يوم السبت لانه من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود عندك بالجدي فبتبدأوا الفترة هاي فترة ايجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاول انك تجد جديد او تبحث عن امر مميز بتعيش فترات واعدة من الافراح والنجاحات من اسرع فترات الشهر وبرضو من يعني تعتبر من افضلها ادخل التنويع لا حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل انفراج وتسوية اما من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس القمر بصير موجود عندك بالدلو يعني البيت الثاني لا لك الفترة هاي بتحمل فرص لمكاسب مالية من عمل اضافي منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة يعني حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي من منتصف ليل يوم الاربعاء على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود في الحوت فعشان هيك بالفترة هاي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات الفترة هاي مناسبة للقيام بنزهة قصيرة او بتعززوا العلاقة مع اخ او جار هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة تصفر عن اتفاق او مصالحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء